كرة الطائرة خلاص شكرا كل المنافسات الأفريقية خلصت رجال عارف طريقه خلاص ولعبه في اليابان وطولة الأولمبياد كل التوفيق ليهم برضو فريق السيدات زي ما حداتكم عارفين أفريقيا مركز تاني وبعد ما يعني إنجاز كبير وبرضو تأهلوا لبطولة العالم القادمة كل ده حلو جدا نرجع للدور بقى التحاد باتس التحاد يعني زي ما بيقولوا خد خبرة كويسة في السيادة اللي فاته وبدأ ينظم مسابقاته الأهلي يستهل مشواره في دوري سيدات الطائرة بمواجهة السيد ماتش صعب السيد عنده فريق محترم جدا جدا أول ماتش ليك ماتش صعب طيب من الجهاز الفني النهاردة كابتر براهيم فخر الدين ودي تولى المسئولية طبعا أول سنة ليه بعد عودته لبيته النادي الأهلي ماتش صعب طبعا الموسم 23-24 أكيد هيكون مختلف تماما عن 22-23 لأنه هيبقى أكتر من الدية طبعا الصيد بتحقق مراكز متقدمة السنوات اللي فاتت وكان أحد طرفي اللقاء في كاس مصر السنة اللي قبل اللي فاتت وكمان عنده لعيبة كويسة جدا على مستوى الناشئين والمستوى الناشئات كمان المجموعة فيها من فيها؟ الأهلي والصيد واربع فرقة كمان أصحاب الجياد الاتحاد سكنداري ودي دجلة والواوي فريتنا هي حامل لقب طبعا البطولة اللي فاتت من نادي الزمالك وبعد فوز طبعا اللي حصل على صالة 6 أكتوبر إن شاء الله ويا رب إن شاء الله كابتن إبراهيم فخر الدين الحقيقة أنا كان لها الشرف إن أنا حضرت يمكن تمرينتين اتفرجت عليهم للفريق بقى أنا موجود في الصالة وبشوف الحقيقة تمرين كل الفرقة الراضية بحكم يعني تواجده في النادي من الوقت الآخر تمرين مجهد جدا يعني صعب كابتن إبراهيم فخر الدين بأمانة بيهتم بتفاصيل كتيرة جدا جدا بيشتغل ما بيتكلمش يعني طبعا كابتن الحمد الصافي المدير الفني السابق يعني حدث ولا حرك سايب طبعا فرقة محترمة عامل رصيد كبير من البطولات ولكن برضو لما تشوف تمرين كابتن إبراهيم فخر الدين هتقول إن شاء الله إن الموضوع مش هيقل أبدا بل إن شاء الله يزيد كمان أكيد وديك كلها مراحل وولادي النادي الأهل بيسلموها البعض لا تمرين في تركيز في اهتمام بالتفاصيل في دعم بالناشئات يعني بشوف كتير جدا التمرين بتبع عددها كبير لأنه دعم بالناشئات أتمنى كل التوفيق لهذا الفريق إن شاء الله الدوري والكأس وأفريقيا كالمعتاد بإذن الله داخل النادي الأهل طيب